السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مش حنتكسف سيد عبد الحفيض يحسم مصير أبو جبل في الأهلي طبعا سيد عبد الحفيض يحسم مصير أبو جبل في الأهلي وهو مدير الكرة بالقلعة الحمراء كابتن سيد عبد الحفيض صرح هذا الكلام بعد مباراة الأهلي والمريخ وقال إن اللاعب بيرسي تاو لا يعاني من أي إصابات وهو سليم أما عن اللاعب محمد هاني فإنه سيخضع لأشعة للكشف عن مدى إصابته ونتمنى أن يلحق بمباراة منتخب مصر أمام السنغال أمنى عن تعاقد النادي الأهلي مع ثناء الزمالك أبو جبل وأشرف بن شرقي قال الكابتن سيد عبد الحفيض على الهواء مباشرة خلال مكالمة هاتفية ببرنامج اللعيب الذي يدع حاليا على قناة MBC مصر ويقدمه الإعلام الرياضي مهيب عبد الهادي وقال لو عايزين أي حد من هذه المجموعة سوف نرجعه تماما ولم يحصل أي تعاقد حتى وقتنا هذا بمعنى أن هذا الكلام غير صحيح لأن حتى وقتنا هذا لم يتعاقد أي منهما بهذا العقد الذي تكلموا عليه في جميع الصحف المحلية طبعا بدورنا نتمنى كل السعادة لكل اللاعبين المصريين وصرح أيضا سيد عبد الحفيض أنه وقت أن يتعاقد مع أي من أي لعب من أي فريق سوف يعلن فورا لأنه لا يخاف ولا يتكسف أبدا ولغاية هذا الوقت لم يتعاقد مع أي أحد نهائيا كان مجرد كلام فقط ولم يتم التعاقد طبعا في نهاية هذا الفيديو بتمنى التوفيق لكل اللاعبين المصريين ونتمنى فوز المنتخب المصري على فريق السنغال بإذن الله تعالى لا تنسوا